لا جديد عند حكم مصرف لبنان بالوكالة واسم منصوري سوى أن رواتب الكطاع العام سوف تدفع بالدولار هذا الشهر وعلى سعر 85500 ليرة لبنانية أما المتبقي من المؤتمر الصحفي فلا جديد فيه من ناحية رفضه إقراض الدولة ولا حتى الوزارات والإدارات سيتم دفع رواتب الكطاع العام للشهر الحالي بالدولار الأمريكي لكل الكطاع العام وعلى سعر 85500 ليرة للدولار الواحد وبذلك يتم ضخ كتلة نقدية بالدولار في السوق عبر موظفي الكطاع العام تساعد على ضبط سعر الصرف بدلا من الضغط عليه وهذا ما ينسجم مع ما تنص عليه المادي 70 من قانون النقد والتسليف لجهة المحافظة على النقد لتأمين نمو اقتصادي واجتماعي دائم منصوري تحدث عن أن هذا الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار الحاصل الآن ربما لا يكون دائم في الشهر المقبل وذلك بسبب عدم تحرك السلطة السياسية في إنجاز أي من الإصلاحات المالية التي وضعها المجلس المركزي عندما حضر جلسات اللجان المشتركة استقرار النقضي الذي يحققه المصرف المركزي له حدوده في الزمان وظروف السياسية والاقتصادية والأمنية المتعلقة به ولا يمكن للمصرف المركزي وحده التحكم بالسياسة النقضية والحفاظ على استقرار سعر العملة المحلية دون تعاون تام مع الحكومة والمجلس النيابي ولذلك فقد تبنى المجلس المركزي لمصرف لبنان في اجتماعه في 2 أب 2023 خطة العمل التي عرضها نواب الحاكم أمام لجنة الإدارة والعدل والرامية لانتظام الوضع المالي والنقضي ونعيد التأكيد على ضرورة إكرار هذه الخطة وتنفيذها منصوري أكد أن لا طباعة للعملة لتغطية عجز الموازنة ولا حتى بالعملة الأجنبية فعلى الحكومة أن تحسن جبيات وتعيد فتح كل المرافق التي تغزي خزينة الدولة وخاصة هيئة إدارة السير والمعينة الميكانيكية والدوائر العقارية ما نؤكد عليه اليوم أن مصرف لبنان لن يقوم بالتأكيد بتغطية العجز عبر أكراد الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة اللبنانية لن يتم طباعة عملة لبنانية لتغطية عجز لأنه نتائج هذا الموضوع بتعرفوا شو بتأثر مستير نموذج ما بنا نوصل عليه منصوري لفت إلى أن الشفافية في إدارة محتويات مصرف لبنان ستكون عنوان المرحلة المقبلة من خلال نشر كل البيانات على الموقع الإلكتروني للمركزي من مصرف لبنان مروان أدوم صوت لبنان ترجمة نانسي قنقر